الله هذه العالمين هذا بحد ذاته أيضاً مُقتضى كون الله الرحمن الرحيم لذلك شرط الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العين الرحمن الرحيم اهدنا الصلاة المستقبل من أحب أن يدعو الله انتبهوا حتى لا يقول هكذا هذا الدعاء المتعمق هذا الدعاء الذي يوجب إجابة بإذن الله تبارك وتعالى يرجح الإجابة لا تقول يا هذه العالمين اهدني ناقص تبريغ غير نهائي تريد تبريغ نهائياً قل يا رحمن يا رحيم اهدني لأن الهداية تبع للرحمة مُقتضى الرحمة طبعاً لأنه رحمنا هدان لا إله إلا هو ولو أراد أن يضل الأستاذ إذا أراد أن ينتقي من التلميذ ترك حبله على غريبه صحيح؟ لم يوجه إلى خطائه لم يميز إصوابه من خطائه تركه حتى إذا كان امتحان أتى السفر أحمر مدوراً أتى السفر أحمر مدوراً أليس كذلك؟ هذا انتقام الله لا هذه العالمين يرحمنا لا إله إلا هو بهدايتنا فقل يا رحمن يا رحيم اهدني لما اختلف فيهم الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم إلى صراط مستقيم القرآن أيها الإخوة لم يعقد الحد لم يدخل في عوامل كثيرة قال تريد أن تكون مؤمناً أن تتعلق بعقدة وعروة النجاة عليك أن تؤمن بالله واليوم الآخر وبعدين بالكتب وبالترتيب سورة النساء ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر هذه الأركان موضوع القدر وأنه ركن سادس هو أيضاً أحد لوازم الإيمان بالله باستورة القرآنية لله الله الذي قدر كل شيء وأحاط علمه ورحمته بكل شيء طبيعاً يكون مفهوم القدر واضحاً لدينا إذن ما في شيء خارج عن ملكه ما في شيء خارج عن علمه وقدرته وإرادته هذا يتبع الإيمان بالله يتبع الإيمان بالله حتماً وهذا أفضل على كل حال في نقاش قبل جهاء بضعة عشرة سنة مع أحد قيادي التكفير أو التكفيريين اختلفت معه على أن أحاديث الأحاد لا توجب عقيدة لا توجب علماً لا يمكن أن نستثمر عقيدة من أحاديث الأحاد مهما كانت صحيحة العقيدة لا بد أن يكون طريقه التواتر القطع القطع وليس الظنون الأحاد الظنون فقال لي أين أركان الإيمان إذن في كتاب الله أعجيب على تعرف هذا في سورة النساء للأسف هذا زعيم التكفير في بلادنا هناك في فلسطين المحتلة زعيم التكفيريين طبعاً تضعضة لم يكن يعرف هذا يظن أن أركان الإيمان مرتبة في الحديث المشهور أو في حديث جبريل لا في القرآن الكريم مذكورة القرآن يغين على الحديث هنا هذا إيمان هذا القرآن يريد أن ينتظر أن يفرر حتى يأتي الحديث يكمله مستحيل في قضايا الإيمان مستحيل لا يحدث غير متصور أصلاً فقالي ولكن ليس في القرآن أنها ستة أركان قلت له هل الإيمان بستية الأركان من الأركان الإيمان؟ فتورَّط الشيخ وقال لعم قلت له فتصبح سبعة لأن الركن السابعة ما يكون هو؟ وأنها ستة يصبح سابع وأنها سبعة يصبح ثامناً قلت له ويدور يدور تصبح ثمانية 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 ثسعة وهكذا لا تنتهى أركان الإيمان فأسقط في الإيمان لماذا؟ لماذا يقول أن تعقد الأمور؟ هل تظن أن الملائكة ستسعى العبد أو الله يوم القيامة يحقق فأقول له عدد لي أركان الإيمان؟ كم هي؟ خمسة ستة؟ لا لا المهم ما ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في هذا الرجل؟ لا يقول له كم عددها؟ اختبار في الحساب البسيط السابع الصبياني؟ لا لا ليس اختبار في الحساب؟ فالقرآن واضح جداً جداً قال هذا هو الإيمان وكما قلت لكم كثفه إيمان بالله واستقاماً استقاماً تتقوم بماذا؟ بعمل؟ الصالحات من أهم ما ينبغى أن نؤكده ونؤكد عليه عمل الصالحات لا يعني فقط العبادات والطقوس لا يعني فقط وإنما يعني أيضاً ضمن ما يعني ومن أهم ما يعني بذل المعروف والندى والبر لعباد الله مسلمهم وكافرهم إلا من أمرت بمنابذته وحربي لأنه نابذك وحاربك حالة الحرب لا أدري لماذا يصر بعض المسلمين على أن يصوروا العلاقة بيننا وبين غير المسلمين على أنها دائماً علاقة حربية غير صحيح هذه هي في الحرب يا أخي في المعركة في حالة حربية لها أحكام خاصة عند كل الأمم عند كل الأمم الأخ إذا حارب أخها ربما يتعدى الأمر إلى قتل أحدهم هو أخوه من أمي وأبي لكن هؤلاء عندك بشارك وفقهاء ومنظرون عقلية حربية كأن الإسلام دائماً وكأن الإسلام إنما أتلك يكون حرباً على العالمين سيفاً مسلطاً حرب العادلة هذه الحرب الدائمة حرب مفتوحة إلى يوم الدين كلمة فارغة أبداً فيما عدا ذلك تبذل الندى وتتوسع في البر لجميع عباد الله تبارك وتعالى أبداً هذا عمل الصالح هذا عمل ولذلك الأرض يرثوها عبادية الصالحون أيضاً يدخل فيه ماذا قال شعيب على الأرجح لموسى عليه السلام وما أريد أن أشق عليه ستجدني إن شاء الله من إيه؟ من الصالحين عن أي صلاحة يتحدث شعيب قال له تشوفني فصلّي وصوم للنهار يا موسى ولا قال له سأكون لطيفاً معك وبراً ورحيماً ولم الصحيح لن أشق عليك في موضوع الرعي والحجج أبداً سأكون ليناً متساهلاً هذا علامة صلاحي هذا صلاح صلاح بلحية وبصلاة وتقوس وما شاء الله مع العباد من أسوأ الناس خليقة من أشرسهم عشرة أنت بريء من الصلاح لا علاقة لك بالصلاح الصلاح أخلاق صلاح يبرر الجريمة صلاح يبرر الجريمة يصلي ويصوم ويحفظ الكتاب والسنن ويتعبد لكي يخرج وفجر نفسه في الناس أي دين هذا؟ أي فهم للدين يا أخواني؟ أين توقير الحياة؟ أنا أقول لكم هذا دين الإنسان التعمق فيه هو تعمق في الأنسنة من يتعمق دينياً يتأنساً إنسانياً أو هذا إذا كان من العكس فهو لم يتعمق هو ذبح الدين ونحره في سورة أنه ينحر عباد الله تبارك وتعالى من إخوانه؟ وخير إخوانه وبالجملة والتفصيل على فكرة يعني حروم بالجملة والتفصيل هو لا يسأل كم سيموت في هذا الانفجار؟ لا يسأل والعجيب دائماً لا أقول هذا هذه حكمة القدر يا إخواني رسالة القدر لما كان يفهم رسائل الله إلى البشر تقريباً لا يخلو تفجير حدث في الغرب وفي غير الغرب من ضحايا مسلمين هذا العبلة الذي فعل ما فعل ففتح رشاشه في فرنسا على بعض المرة وقتل سبعة تقريباً كان من بينهم اثنان مسلماً الله أكبر رسالة الله دائماً كأن الله يقول لنا من شك فعته وبله وجنون هؤلاء يمارسون الجريمة باسم الإسلام فأنا أعطيه البرهان لألا يشك دائماً يقعض وطبعاً تبهوا نحن لا نحتاج أن يقعض ضحايا مسلمون حتى نقول العمل مجرم جريمة لا 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 كل ضحية ضحية لا نفرق والدم المعصوم معصوم هؤلاء معصوموا الدم ياخي بأي حق استحللت دماؤهم أنت تفتح وتقتل ما هذا لكن سلوا من يعلم سلوا من يدرس سلوا من يسمم يعلم أستغفر الله سحبتها ثاني مرة نسحب اليوم سلوا من يسمم من يسمم العقول يا إخواني كل رؤية المسائل تتأسس على أفكار ما في رؤية هكذا عائمة كل رؤية حتى الرؤية الإجرامية والتجريمية تتأسس على أفكار وعلى مقولات وعلى إيحاءات وانطباعات فكرية ومعرفية وتربوية